هل سواء ألف مالتي فيد بصفة خاصة أو المالتي فيتامينز عموماً بيبقى لهم أي أثار جانبية؟ طبعاً مهم أقول أن الفيتامينات ووتر صاليبل وفات صاليبل في مثلاً حد لما بيبقى عنده ديستراكشن رهيب سواء في الكالسيا أو سواء في أي فيتامين الدكتور بيدي له كورس ثلاث شهور تركيزة عالية جيدة وبعد كده يكمل بقى على التركيز المناسبة جداً أننا أمشي عليها لايف ستايل أو أي مكمل غذائي هم ماشيين عليه كلايف ستايل لكن الفيتامينز لو الدكتور كاتبها على تركيزة عالية هو من نفسه بيقول له شهر شهرين وتأفر الدكتور بيكتب له إيه وبيوقف التركيز العالية ويمشي بقى لايف ستايل على التركيز البسيط هل يعتبر مالتي فيتامين أو يتصنف كمكمل غذائي أو هو الاتنين؟ هو الاتنين، الأكل هو فيتامينات ومعادن، وهذا ما نريده هذا هو مالتي فيتامين ومكمل غذائي يعني أنا ما بعرفش أخذ، يعني الجسم محتاج في اليوم ألف جرام كالسيو مثلاً، هاخد قد إيه لبن وزبادي، طبعاً الجسم محتاج في اليوم وان جرام فيتامين سي، هاخد قد إيه أنا من كيوي ولا برتقان ولا طماطم، كل الحاجات دي طبعاً فيها فيتامين سي، الجسم محتاج وطبعاً المناعة نسمع على طول إيه ناخد طم وبصل بيعلوا المناعة جداً طبعاً يا جماعة ما حادش ياخد طم على الريق قديني بقول يعني عشان ما حصل لناش قرح، الطم حلو جداً للمناعة وحلو جداً لطم وأسمع أنه كمان مفيد للمعدة، مضاهر بشكل مناعة للمعدة فمش كل الوقت بعرف الزنك عندك النحاس، إن حاس مهم جداً والنحاس من أخده مثلاً من المحار، المحار بتاع الكندوفي والمحارات والحاجات دي مش كل يوم هنأكل الكلام ده، النحاس مهم جداً يا ناس كتير من لا تسمعش عن النحاس، النحاس مهم لكل أعضاء جسمي النحاس مهم للهرمونات الغضل بتنتجها، النحاس مهم لأي خلية عندي بتتجدد محتاجة نحاس، هنأخد النحاس من إيه؟ لكن النحاس لازم تبقى نسب وبسيطة، النسب اللي مش بسيطة عندما يبقى معها الزنك، لأن الزنك لا يشتغل من غير نحاس يكملون بعض الزنك، يجب أن يفعلون بعض الزنك، يجب أن يفعلون بعض الزنك طبعاً نصيحتي لسيطة المشاهدين، قلب مولتي فيد فيه زنك ونحاس في بعض الناس بتمشي على مكملات غذائية فيها زنك ركزوا في قصة أن النحاس لا يقعش منكم، لأن الزنك سيستهلك النحاس جداً ترجمة نانسي قنقر